تاريخ ثم عود قبل استعمار الحديث أو قبل مرحلة الحديثة الاستعمار والتي بدأت باستعمار الجزائر في 1830 كانت المنطقة العربية وأنا أتحدثون عن العربية من منطق جيو بولوتيكي وليس من منطقة استراتيجية وليس من منطق عنصر لأن المنطقة فيها طبعا غير العرب من أمازيغ وأكراد وتركمان إلى آخره كانت المنطقة العربية منطقة منفتحة إلى درجة أن ابن خلدون مثلا يولد في الجزائر أو في تونس حسب بعض الأقوال ويدرس في المغرب ويملك القضاء ويمسك القضاء في مصر كان ليس هناك حدود كان هناك فضاء منفتح أمة كاملة على مراحل ضعف ومراحل قوة ولكن كانت هذه الأمة وتجدين الشخص يولد في بغداد ويمسك القضاء في فاس ومن ولد في القيروان يمسك التعليم في البصرة أو في دمشق أو في القاهرة وهكذا كانت وكانت أمة واحدة رغم الخلافات التي كانت تحدث من حين لآخر ولكنها إجمالا ولكن كانت في مواجهة القوى الأخرى كانت مواجهات عندما جاء الاستعمار أول ما قام به قام بتجزئة المنطقة باسم الحدود وبتسجيج هذه الحدود وفصلها وتوزعها فيما بينها البريطانيون والفرنسيون أساسا ثم لحقت بهم قوة أخرى خاصة مثل الإيطاليين ولتوضع المنطقة تجزأ تماما بعد أن أذن الرحيل بعد أن جاءت قوة وطنية مسلحة أو غير مسلحة قوة دفعت لخروج هذا الاستعمار في الجزائر كان بثورة عارمة مسلحة أدت إلى مقتل واستشهاد الملايين عبر التاريخ ولكن خاصة الفترة الأخيرة عندما أذن هذا الرحيل قامت القوى الاستعمارية القديمة بريطانيا وفرنسا ولكن أيضا التي التحقت بها وهي أمريكا أساسا بوضع أنظمة مناسبة لها سواء أنظمة جمهورية أو